أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخبرنا حلقة الجمعة نهاية الأسبوع الجهزة سعيدة إن شاء الله على كل الزمالكوية وكل مصرين يا رب في كل مكان عندنا النهاردة موضوعات وقضايا كتير جدا عايزين نتكلم فيها وأنا عارفها إن هي بتشغل بالكم بنسبة 100% وهو ده أهم حاجة هنتكلم عليها النهاردة أو أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة المدرب الأجنبي الجديد لفريق الزمالك الإدارة أعلنت إن المدرب الجديد هيكون متواجد في مباراة الوداد اللي جاية في دوري أبطال أفريقيا لكن في الوقت الحالي في سرية تمة وفي تكتم شديد جدا جدا على اسم المدرب ده حاجة إيجابية وصح جدا وإحنا مقايدين ده جدا لكن مش ده النقطة اللي إحنا عايزين نتكلم فيها أين كان بقى إيه اسم المدرب إحنا اللي عايزين نتكلم فيه إحنا عايزين إيه من المدير الفني الجديد لمستقبل ندينة الزمالك أول حاجة إحنا عايزين يعني نطلبها من المدير الفني الجديد إنت قدامك منافسات كتير عندنا مشهور طويل جدا إحنا لسه بدقينه في كل البطولات مطلوب منك إنك إنت تنفس على كل الألقاب سواء بقى كان في الدوري وإحنا عندنا دلوقتي يعني مقفنا كويس 22 نقطة ولسه عندك 24 مباراة كمان للزمالك وإحنا عندنا أمل الصراحة كبير جدا جدا إن إحنا نقدر نحقق اللقب وإن إحنا نحافظ على البطولة اللي إحنا قدرنا إن إحنا نحققها الموسم اللي فات وبجدارة كمان عندنا بطولة كاس مصر بالإضافة إن إحنا عندنا ثلاث مطشات مهمة جدا 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 في دوري أبطال أفريقيا أمام سجرادة الأنجولي والوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي وإحنا ما عندناش خيارات في كل البطولات اللي إحنا دخلينها غير إن إحنا نفوز بالزيد في دوري أبطال أفريقيا مطلوب إن إنت تفوز في الثلاث مباريات دول عشان تضمن إن إنت تتأهل لدور الثمانية وده من أهم البطولات ليه جمهور نادي الزمالك يعني ما نقدرش ننكر تماما تماما إن آه لا المهمة صعبة جدا لكن مش مستحيلة قال المدير الفني اللي جاي هيبقى عليه مسؤوليات كتيرة وضغط كتير ولكن المهمة مش مستحيلة في نفس الوقت ولكنها ممتعة نادي الزمالك ما يعرفش يعني إيه مستحيل ومن المميزات اللي هيتمتع بيها المدير الفني الجديد الجمهور جمهور الزمالك اللي دايما 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 هيبقى في ظهرك تاني حاجة مطلوبة منك دم جديد إنك تختار لعبة جديدة الدم الجديد بينعش الفرقة من تاني ودي واحدة من المهام الكبيرة قوي التي تقع على عاطق المدرب الجديد انت لازم تتابع الدوري الممتاز كويس جدا ولازم يكون لك دور في اختيار الصفقات الجديدة احنا عارفين إن التجديد والإحلال من وقت للتاني دي سنة الحياة وده عمر طبيعي جدا لأي فريق بتحصل دايما لكن الوضع المراضي مع الزمالك مختلف تماما ليه بقى؟ الزمالك لم يتعاقد مع أي لعب من يناير 2021 بسبب عقوبة منع القيد لفترتين ده معنى إيه الكلام ده؟ معنى إن انت بتلعب بتشكيلة لموسم ونص سبتة في نفس الوقت أغلبية اللعبة دي موجودة من سنين مع الزمالك يعني قطر ألف خيرهم وعلى فكرة هم فعلا لعيبة قد الثقة جدا لعيبة مميزة جدا لعيبة مهمة جدا 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 لكن لازم يكون فيه تدعيم برضو بصفقات جديدة وزي ما قلنا يبقى فيه دم جديد داخل النادي وفي مراكز مختلفة المراكز المختلفة أو تدعيم الصفقات اللي احنا بنقول عليها دي طبعا يبقى مع المجموعة اللي هي موجودة لكن انت بتتكلم برضو ان انت محتاج مثلا على الأقل على الأقل تمام صفقات جديدة دي برضو من أكبر المهام اللي هتقع على عاطق طبعا المدير الفني الجديد تالت حاجة برضو من المسئوليات الكبيرة جدا ومهمة جدا مراقبة المعارين وتحديد العائدين دي كمان من المهام الصعبة اللي بتنتظر المدرب الجديد وانه هو وقتها لازم يتسم بالعدل الشديد الزمالك في السنين اللي فاتت قدر فعلا انه هو يكسب من وراء إعراض لعبته ومن أهم المكاسب دي هي المكاسب الفنية ليه لان اللعيبة اكتسبت خبرات وقدرت انها ترجع النادي وقدرت انها كمان تتقلق بشكل كبير جدا انهم بيلعبوا كتير وبيشاركوا كتير فده طبعا بيكسبهم خبرات كبيرة جدا في أرض الملعب يمكن أشهرهم على الإطلاق مصطفى محمد اللي احترف في ربا لكن عندنا نمازج أخرى برضو في أندية أخرى عندنا عمر كمال عبدالواحد نجم فيوتشر وزميره محمود جنش حارس المرمى المخضرم كمان عندنا مروان حمدي هداف سموحة وتاني هدافي الدوري والحقيقة اللي اتطور مستوى جدا جدا الموسم اللي احنا فيه ده كمان عندك محمد صبحي الحارس المتقلق جدا برضو مع فرق ودول على فكرة قوة ضاربة جدا للزمالك وكل جماهير الزمالك عايزة تشوفهم الموسم الحالي لحنا عايزين نقوله ايه لحنا عايزين نقوله ان باختصار كده كان اللف عن المدرب الجديد مهمة صعبة ولكن زي ما قلتلك يا فعلا ممتعة جدا والمدرب الجديد لازم يبقى عنده بعض القواعد السبتة تماما زي كده فيه حاجات كده مسلمات هي ما فيهاش تغيير اول حاجة ان انت بتشتغل في احد اكبر اندية الوطن العربي وقطب الكرة المصرية تاني حاجة لازم برضو يكون حاطة عينه عليها وفي الاعتبار دايما جماهير نادي الزمالك جماهير نادي الزمالك هي الداعم الكبير لنادي الزمالك هما اللي هيكونوا جنبك دايما سواء في الفرح او في الحزن ويمكن في الحزن اكتر يعني اي وقت صعب النادي هيعدي بيه لا جماهير الزمالك هتبقى في ظهرك وهي دي اكبر ميزة في جماهير نادي الزمالك تالت حاجة بقى وبرضو من الحاجات المهمة ان انت معاك مجلس ادارة منتخب وهيدعمك بقوة كبيرة جدا وهو اللي اختارك واكيد اكيد هيقف في ظهرك بكل قوة وبرضو انت معاك جماهير بالملايين هتقف جنبك وهتفضل معاك رابع حاجة برضو عايزين يعني من القواعد السبتة انك انت بتلعب على كل البطولات وهي دي صنة الحياة مع نادي الزمالك خامس حاجة العدالة العدالة هي اهم شيء في التعامل مع فريق الكرة واختيارات اللي حابين في النهاية كده انا كل كلامي عن المدير الفني الجديد انتهى لكن اللي عايزين نقوله دروقتي هيا رسالة لكل واحد من جمهور نادي الزمالك خليك دايما مع فريقك امنح مدربك الجديد الوقت والثقة ليعمل دعمه ودعم لعبيك والقادم افضل ان شاء الله ان شاء الله لنادينا الزمالك عايزين ما نتكلم ان بمناسبة الفوز الاخير على فيوتشر بنتيجة 3-2 في منافسات الدولة تحت قيادة ابن النادي اسامة نبيه وهو بداية الطريق الصحيح للفريق في 2022 وان شاء الله رب تبقى سنة سعيدة علينا في بدايتها صعبة شوية يعني زي ما احنا شايفين ولكن انا ان شاء الله واثقا نايا في نهايتها كلنا هنفرح وكلنا هنحتفل ان شاء الله بنادينا ونكون فخورين بيه يا رب ان شاء الله وعايزين نقول لنادي الزمالك احنا دايما وراك بما اننا بقى بنتكلم عن يعني آخر الفوز وبنتكلم كمان عن فيه فترة تجديد للعبين وعقود اللعبين بتتجدد شكرا